اشتركوا في القناة هذا اليوم كالمعتاد من اهم معناوين قضايانا لجنة المسابقات في اتحاد الكرة تحدد الخميس موعدا لانطلاق مباريات الدور الثامن من المرحلة الاولى لدور فوكس الممتاز بعد ان توقف لسوء الاحوال الجوية وزارة الرياضة والشباب تنفي للإعلام هذا اليوم نيتها هدم ملعب الشعب الدولي وتشييد ملعب بديل في الوقت الحاضر بداعي الازمة المالية التي تعصف بالبلاد وتساؤل عن نتائج تحقيقات وزارة الداخلية بشأن شبهات فساد إدارة نادي الشرطة الشرطة الثالث يناقش اليوم آخر التطورات في ملف هذه القضية إذن سادتي المشاهدين أحييكم مرة أخرى من العناوين إلى التفاصيل وحرسنا دائما إلى أن نأخذكم للتعرف على آخر المتابعات والقضايا الرياضية التي تشغل الشارع الرياضي العراقي نبدأ جولة هذا اليوم من مباريات دور الكرة العراقي الممتاز فوكس والذي توقف لأربعة أيام بسبب سوء الأحوال الجوية وأمطار الخير التي هطلت على ملاعب العراق إذ قررت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة إجراء مباريات الدور الثامن من المرحلة الأولى يومي الخميس والجمعة لفرق المجموعتين الأولى والثانية في يوم الخميس سيشهد ملعب خمس مباريات ستقام لحساب المجموعة الأولى الأولى بين الزوراء المتصدر وضيفه دوك على ملعب الصناعة وتجمع المباراة الثانية وصيف المجموعة نفط الوسط مع النفط صاحب المركز الثالث في ملعب السماوة سيكون لقاء أهل الدار والضيف الثقيل الطلب بينما يضيف فريق الكرخ على ملعبه نفط ميسان وستقام مباراة نفط الجنوب وضيفه الكهرباء على ملعب المدينة الرياضية وتستكمل المنافسات يوم الجمعة بإقامة مباريات لحساب المجموعة الثانية فعلى ملعب الجوية سيكون لقاء الجوية والحدود وفي أربيل سيقام ديربي الشمال الذي يجمع أربيل بزاخو وسيكون ملعب كربلة مسرحا للقاء أهل الدار وضيفهم الشرطة بينما يضيف فريق أمانة بغداد على ملعبه النجف ويغادر فريق الصناعة صوب محافظة البصرة لملاقات الميناء على ملعب المدينة الرياضية اشتركوا في القناة إذن مباريات المجموعة الأولى أمامكم سادة المشاهدين الزوراء مع دهوك نفط الوسط مع فريق النفط السماوة مع فريق الطلبة والكرخ يستغيف نفط ميسان وآخر مباريات المجموعة الأولى تجمع نفط الجنوب بفريق الكهرباء أما مباريات المجموعة الثانية المرحلة الأولى بدوره الثامن فتجمع الجوية مع الحدود على ملعب الأول أربيل في ملعب فرنسا وحريري يضيف زاخو وكربلا يضيف الشرطة الجريحة الباحث عن نقاط ثلاث مهمة وأمانة بغداد يضيف فريق النجف تحت قيادة المدرب الجديد عماد محمد وأخيرا الميناء يلاقي الصناعة في ملعب المدينة الرياضية إذن كل الموفقية والنجاح لكل فرقنا إن شاء الله كل الموفقية لجماهيرنا كل الموفقية إلى إدارات الأندية وبالتأكيد طموحنا أن يصل دورينا إلى بر الأمان يصل بسلام أكيد الدور يعاني ما يعانيه الحمد لله أنه رجع الدور مرة أخرى بسبب سوء الأحوال الجوية التي شهدها البلاد بسبب الأمطار أمطار الخير اللي هطلت على ملاعبنا واللي عطلتها كلها ومن ضمنها ملعب الشعب الدولي لكن نتمنى نتمنى أنه تعاد الملاعب بأسرع وقت أيضا مشاهدين الأحبة ضمن استعداداته لتصفيات الأولمبياد يواصل منتخبنا الأولمبي دخوله المعسكرات التدريبية بعد أن دخل معسكرا لمدة عشرة أيام في المدينة الرياضية يغادرنا الأحد المقبل وفد المنتخب الأولمبي العراقي إلى محافظة أربيل في كردستان العراق للدخول في معسكر تدريبي قبل التوجه إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لخوض عدد من المباريات التجريبية الفريق العراقي الأولمبي تحت قيادة عبدالغني شهد بالتأكيد يبحث عن التأهل بعد أن وقع منتخبنا في المجموعة الثالثة إلى جانب كوري الجنوبية وأزبكستان واليمن ومن المؤمل أن تقام البطولة في دولة قطر منتصف شهر كانون الثاني المقبل عضو اتحاد الكرة رئيس وفد الأولمبي حياة صغير تحدث في تصريح صحفي قائلا أن المنتخب سيجري معسكرات تدريبيا في أربيل يبدأ يوم الثمانية إلى 17 من الشهر الحالي وسيدخل المعسكر الخارجي في دولة الإمارات الشقيقة من يوم الثمنطعش لمدة عشرة أيام وأضافة صغير سيخوض الأولمبي مباراتين تجريبيتين مع فريق أربيل من أجل توضيح الصورة الكاملة أمام الملاك التدريبي والأهم في المباراتين ليست النتيجة إنما الوقوف على مستويات اللاعبين أما في معسكر الإمارات سيلتحق لعبو المنتخب الذين استدعوا مؤخرا إلى قائمة الوطني بعد انتهاء مباراتنا مع تايوان التي ستجري في 17 من الشهر الجاري كل موفقية لمنتخبنا الأولمبي لكن مبارات مع فريق أربيل منتخب يواجه نادي فريق أربيل الكل يعرف الآن ديمور بظروف حريجة مو ذاك الأربيل الفريق الكبير اللي حصل على الآن أزمة مالية وبالتالي كان الله في عون إدارته الفريق الآن دا يعتمد على لاعبي المحافظة وعلى لاعبي دوري كردستان ما عدا لاعب أو لاعبين هم اللي موجودين لكن بوجود الكابتن ثار أحمد الفريق الآن بدأ يظهر بمظهره المعروف ويعود إلى سكة الانتصارات لكن منتخبنا الأولمبي يلعب مع نادي ونادي الآن مو ذاك الفريق اللي يضم المحترفين حتى نقدر نستفاد أعتقد هاي المبارات مو بصالح الفريق العراقي الأولمبي نتمنى أنه معسكر الإمارات يشهد عدد من المبارات وبالتالي الكادر التدريبي رح يستفيد من هذه المبارات وكل الموفقية للكادر التدريبي للكابتن غني ولمساعديه وإن شاء الله منتخبنا قادر على خطف بطاقة التاهول على الرغم من أنه مجموعاتنا صعبة جداً وزباكستان الكرة الجنوبية فالمهمة صعبة لكن فريقنا قادر مشاهدينا الأحبة أيضاً بعض الأخبار نشرت في وسائل الإعلام تتحدث عن انتقال مبنى اتحاد الكرة العراقي من جانب الرصافة إلى جانب الكرخ وذلك لانسيابية العمل ولخلق أمور إدارية جديدة بعد الزخم الشديد الذي يواجه اتحاد الكرة من المراجعين في جانب الرصافة علي جبار اليوم طلع وصرح وقال هذا الموضوع عاري عن الصحة ولا صحة لنقلنا إلى جانب الكرخ وإحنا باقين بجانب الرصافة والأخبار التي تحدثت هنا وهناك هي عارية عن الصحة إذ تحدث اليوم علي جبار إلى وسائل الإعلام قائلاً أن ما أشير في وسائل الإعلام مؤخراً حول نقل مقر اتحادنا إلى جانب الكرخ لا توجد فيه دقة للمعلومات ومجلس إدارة الاتحاد اجتمع واتخذ قراراً يقضي بنقل مقر الاتحاد إلى جانب الكرخ لضرورات مختلفة لكن هذا الموضوع عار عن الصحة وأضافة جبار موضوع نقل مبنى الاتحاد إلى جانب الكرخ طريح في اجتماع مجلس الإدارة مؤخراً لكن لم يتم الموافقة عليه من قبل أغلبية الأعضاء الذين صوتوا مع استمرار العمل في الاتحاد الحالي الكائن بجانب الرصافة ضمن المدينة الشبابية في منطقة زيونة في ظل عدم وجود الأسباب المقنعة لاتخاذ هذا القرار بصراحة احنا تعودنا على التصريحات المتضاربة من قبل أعضاء الاتحاد وكنا نتمنى أن يكون هناك بيان من المكتب الإعلامي لاتحاد الكوريا تحدث في هذه القضية لأن رئيس الاتحاد فيما مضى تحدث لوسائل الإعلام وقال أنه علينا أن ننتقل لإنسيابية العمل والسيد صباح رضا اللي هو أمين سير الاتحاد أيضاً تحدث في هذا الموضوع لكن الآن علي جبار طلع وينفي هذا الموضوع ويقول أعتقد إحنا ما تحدثنا في هذه القضية نحن كإعلام لأننا نتحدث بالأخبار عن طريقكم أنتم وبالتالي أنتم ما تتحدثوا ينقل عبر وسائل الإعلام لكن هي مو غريبة مو غريبة بصراحة أنه تصريحاتكم تصريح ما يشبه تصريح وبالتالي نقول كان الله في عون الإعلام وكان الله في عون الجمهور وكان الله في عون كل من يحب الكرة العراقية لأنه التصريحات المتضاربة والله تشتتنا بصراحة فأتمنى إن شاء الله من المكتب الإعلامي أن يظهر بيان يتحدث به للناس كلها حقية أو مصداقية موضوع النقل أو البقاء لأنه بالمناسبة قبل أن أنتقل إلى القضايا الرياضية الأخرى أكثر أعضاء الاتحاد عندما يصريحون لوسائل الإعلام المقروعة وينشر الخبر يطلعون قنوات الفيزيونية ينفون يقولون لا ما كنت شي شي فكنت أتمنى أن الجميع يتحلى بالشجاعة والجميع يتحلى بمصداقية الخبر والإصرار على التصريح إن تحدثتم به لأنه هو هذا العمل الإداري أما أنتم كل واحد يحكي بكيف نتمنى نتمنى مستقبلا أن تتوحد الرؤى والله يساعد قلوبنا وياكم مشاهدينا الأحبة تحدثنا قبل يومين حول قضية مهمة جدا هي قضية شبهات فساد مالي وإداري في اتحاد المبارزة العراقي بعد أن طرق العديد من أهل اللعبة أبواب الشوط الثالث يلوذونه ويتحدثون عن مصير المنتخبات الوطنية التي بدأت تضمحل شيئا فشيء اللعبة بدأت تتراجع هذا ما تحدث به عدد من أهل اللعبة إلى برنامج الشوط الثالث عزم الكثيرين من لاعبي المنتخب الوطني للمبارزة على طرح الثقة بإدارة مجلس اتحاد المبارزة العراقي وهذه الوثائق التي وصلت إلى الشوط الثالث نعرضها لكم حصريا والتي تتحدث عن إصرار الكثير من لاعبي المنتخب الوطني وأيضا عدد من أهل اللعبة وبعض من أعضاء الإدارة اللي محتجين أساسا على وضعية الاتحاد الحالي يريدون طرح الثقة بالإدارة ويطالبون للجنة الأولمبية بإقامة مؤتمر لطرح الثقة من قبل أهل الشئن ولاعبي المنتخب الجميع أجمع إلى أن الغياب المستمر للسيد رئيس الاتحاد الدكتور عاد الفاضل وتركه للاتحاد ولد فسادا ماليا وإداريا هذه الشكاوة نعرضها لحضراتكم سادة المشاهدين بالاسم والصفة والبصمة وخلينا البصمة حتى لحد يقول مؤاني وهاي الأوراق معروف إيش هذه كل الأوراق اللي نعرضها حصريا عبر الشوط الثالث واللي الطالب الاتحاد العراقي المركزي بطرح الثقة طالب ريجنة الأولمبية وأيضا تتحدث عن مخالفات مالية وإدارية وهذه كثير من الشكاوة هذه رئيس نادي الأخاء الرياضي وأيضا هذه القائمة بالأسماء اللي وصلتنه واللي تتمنى من اللجنة الأولمبية العراقية أن تأخذ بنظر الاعتبار أن هناك فسادا ماليا وإداريا في اتحاد المبارزة العراقي وتطالب بتشكيل لجنة لتقص الحقائق وأيضا لمعرفة الخروقات المالية والإدارية اللي سعى إليها بعض أعضاء الاتحاد في ظل غياب رئيس الاتحاد اللي للأسف الشديد ما ندري شنو سبب غيابه لحد الآن عن العمل الإداري حتى في اللجنة الأولمبية هو الرجل يشغل منصب الأمين العام لللجنة الأولمبية هو مبتعد صار لفترة وعندما سألنا قاله هو مجاز وبعدين سألنا قاله هو بأمريكا وبعدين رجع هو معرف وين لكن هو ممداوم فعليا وما نعرف السبب من حق كل رجل أن يأخذ إجازة ولكن مو على حساب مكانة اتحاده والرياضة عموما المبارزة بصراحة الكل يعرف غابت عن الإنجاز ما عندنا دوري ما عندنا لاعبين الآن نبشر بهم الخير عندنا لاعب مصنف رقم واحد راح نتحدث عنه تباعا الرجل يعاني ما يعاني لأنه ماكو اهتمام كثير من المدربين أصحاب الخبرات تم إبعادهم ولعل من الأسماء الكبيرة هو المدرب حسين ثابت المدرب العراقي الكبير في لعبة المبارزة أيضا لتقاطعه مع الاتحاد الحالي تم إبعاده وإقصاءه وتناسي تاريخه وإنجازاته فأكيد نتمنى من الاتحاد أنه يعيد النظر في موضوعه وأيضا نتمنى من اللجنة الأولمبية أن تتحرك شوية من كراسيه وتتأكد من صحة هذه المعلومات عندما تصل المكتب التنفيذي كتب تقول أكو خروقات مالية في مكان ما نتمنى أنه هناك ردة فعل من قبل اللجنة لتقصي الحقائق هذا هو المفروض العمل الإداري هيتش يقول أما تأخذون الموضوع بالعين والأغاتي ولأنه رئيس الاتحاد أمين عام ولأنه هذا قرائبنا وهذا صديقنا ما تمشي الأمور هيتش ما تمشي الأمور بالعلاقات وبالعين وبالأغاتي وبوس عمك وبوس خالك لا 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 الرياضة يجب أن تقاد بشكل صحيح ويجب أن يشرف عليها ناس مختصين كفانا جهل كفانا البعض من اللي ما لهم علاقة بالرياضة الآن يتبوؤون مناصب رئيس اتحاد وهو بحياته ما لعلاقة بهذا الاتحاد وكثير من الشخصيات اللي اللي دخلتنه ما أعرف وين الآن دتتلاعب بمصير الرياضة العراقية وشوفوا الرياضة العراقية وين وصلت شوفوا نتائجها بقينا إلى الآن حبيسي الوسام الأولمبي الواحد اللي الله يرحمك عبدالواحد عزيز وبرونزي من العام ستين يعني صارنا بالضبط أكثر من خمسة وخمسين سنة ما عدنا وسام ما عدنا وسام أولمبي في الوقت اللي أكو دول نكون لها التقدير والاحترام الصومال أحسن من عدنا عدهم أوسمة وعدهم لاعبين قاموا يجنسوهم البريطانية فما أدري أتمنى أنه صوتنا ينسمع إلى القادة الرياضيين من كانت الميزانية الانفجارية ما استغلت لتطوير الرياضة العراقية وبالتالي مع الأسف لا عدنا نادي حققنا إنجاز على المستوى الآسيوي ولا طبقنا معايير الاتحاد الآسيوي الاحترافية حتى ديقدر نلعب بكئس الكوس الآسيوية بأبطال الكوس الآسيوية دوري أبطال آسيا خليتونا نلعب بالفئة بي وهو كيس الاتحاد الآسيوي حتى كيس الاتحاد الآسيوي ما حصلنا وأيضا أمور أخرى حتى موقفنا الآن بالتأهل إلى كيس العالم وكيس الأمم الآسيوية قلق لأن تايلند متصدرة مجموعتنا وإحنا أضعف مجموعة لعبنا بيها اللي هي تايوان وفيتنام وتايلند وما قدرنا نعبر لحد الآن واندينوسيا عموما مشاهدين الأحبة قبل أن أذهب إلى القضية الرئيسة التي حرصنا دائما أن نضعها في الجزء الثاني من حلقات الشوط الثالث نأخذكم أيضا إلى نفي وزارة الشباب والرياضة التي تحدثت عن أخبار هدم ملعب الشعب الدولي وتشيد ملعب بديل عنه إذ تحدث المكتب الإعلامي هذا اليوم نافيا الخبر الذي تحدثت به بعض وسائل الإعلام عن وجود نية لوزارة الشباب والرياضة بهدم ملعب الشعب الدولي وتشيد ملعب بدلا عنه المكتب الإعلامي اليوم بيّن وقال أن الوزارة لا تتمكن من ذلك في ضول الأزمة المالية التي تعاني منها سيما وهي مقبلة على تخفيض كبير جدا بالموازنة الاستثمارية وأضاف إعلام الوزارة أن المهم لدى الوزارة في الوقت الحالي هو إضافة إلى إصلاح ملعب الشعب محاولا استكمال الملعب التي وصلت نسبة إنجاز متقدمة وهي ملعب كربلا والحبيبية وميسان يذكر أن ملعب الشعب الدولي تم إنشاء عام 66 وجرت عليه العديد من عمليات الترميم صرفنا عليها مبالغ طائلة والملعب على حاله ما عندنا تعليق سوى أنه من كانت الميزانية انفجارية ما عرف ننسوي الملعب من كان فائضنا 90 مليار دولار كانت الميزانية العراقية 150 مليار وعدنا 90 مليار فائض ما سوينا ملعب انكحل عيونه ببغداد يوازي ملعب الشعب الدولي فأنت يا مديرة إعلام وزارة الشباب منتش أنت أيضا في الحقبة السابقة لسيد الوزير ليش ما تحدثتي عن موضوع إنشاء ملعب وملعب الحبيبية ملعب خاص لفريق القوة الجوية لأنه الأرض أرض القوة الجوية أرض ما دي قوة الجوية والملعب إلى الآن علي مشاكل ولحد الآن ما تم إنجازه أما تتحدثون عن ملاعب في كربلاء في محافظات الأخرى أكيد رح يجي يوم ملاعب المحافظات أحسن من بغداد لأن إحنا الآن ببغداد عندنا ملعبين وما ملعب الكشافة وملعب الشعب واثنين هن قرأنا عليهم والسلام ملعب الكشافة يعاني ما يعاني وذاك اليوم الأخ نجم كشف أن هناك اختلاس علني شريكة جتي تحمل اسم مزور ضاقت اثنين مليار دينار وطلعت على عينك يا تاجر ولا أكو تحقيق ولا أكو أي ردة فعل وملعب الشعب الآن مطرة مطرة صغيرة وقفته وخلت هذا حاله ما عدنا إمكانية تفريغ المياه اللي موجودة على أرضية الملعب شوف وين وصل بينا الحال والله العظيم رغم أنه أنا مو ظليع في مواد البناء والمقاولات والله يزيد مقاولينه بس والله الملعب ما يكلف الملعب ما يكلف والعراق عنده القدرة أن يسوي مئة ملعب مو ملعب واحد بس جيب الرجل اللي يخاف على بلده ويبني ملعب ويقول هذا لجل عين الشعب كلها جاية عد يوم وكلها جاية عبي وكروش وتشتري فلل وعمارات وجزر بس مو بالعراق خارج العراق وتحسب يومها والآن الشعب عرف اللعبة ما رح ينتخبكم فبالتأكيد جاين أنتوا تحملون اللي يعدكم وخلوا للعراقيين ولد الخايبة وينتظرون رحمة الله والله العظيم لو الحكومة فاتحة باب التبرعات من الخيرين لبناء ملعب والله العراق كله كانت تبرع لأن العراقي كريم والعراقي حب الرياضة لكن لا حياة لمن تنادي إن شاء الله إن شاء الله نخلص منكم ويجون ناس يخلون الله بين عيونهم وحب العراق والشغل للعراق مشاهدين الأحبة قضيتنا الرئيسة التي سنتحدث في جزء ثاني عنها هي قضية نادي الشرطة الذي كثر الحديث عنه كثيرا بعد أن أحيلت الإدارة ورئيس الإدارة رياض عبد العباس إلى التحقيق بتهم شبهات فساد مالي في عقود اللاعبين وبالتالي وزارة الداخلية جمدت عمل رئيس الإدارة وأيضا غيرت الكثير في المفاصل الإدارية لنادي الشرطة منها المكتب الإعلامي ومنها عدد من أعضاء الإدارة وبالتالي أعضاء الإدارة الذين فازوا بالانتخابات الأخيرة قدموا استقالاتهم الواحد تلو الآخر عشاق البيت الشرطة ويتساءلون ما هي نتائج التحقيق التي طالت شنو مصير نادي الشرطة شنو مصير رئيس الإدارة شنو الإجراءات التي راح تتخذ من قبل وزارة الداخلية ووزارة الشباب لغرض إعادة العمل لأنه الكل يعرف الوضع المربك اللي شهده نادي الشرطة ذي يأثر على واقع الفرق اللي موجودة ومنها فريق كرة القدم بعد أربع خسارات متتالية عن رضلها في الدوري وقيلة حكيم شاكر والآن الكابتن قحطان شثير اللي استلم المهمة وبالتالي اليوم راح نتحدث بكل صراحة وشفافية ومهنية مع ضيفي الكريم المتحدث الرسمي باسم نادي الشرطة هو زميننا العزيز تحسين الياسري المتواجد معنا في ستوديوهاتنا من بغداد وعبر الأقمار الصناعية أخي العزيز مساء الخير في الشوط الثالث عبر الشرقية نيوز مساء الخير عليك أخي العزيز أبو علي ومساء الخير على جميع مشاهدي قناة الشرقية الموقرة الله يحفظك زميننا العزيز في أول ظهور في برنامج الشوط الثالث لزميننا المتحدث الرسمي والإعلامي باسم نادي الشرطة هو الزميل تحسين الياسري سنتحدث معه ولكن نذهب إلى فاصل قصير ونعود لمواصلة الحديث ووضع النقاط على الحروب في قضية مستجدات نادي الشرطة أبقوا معي موسيقى 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 إذن أهلا بكم سادتي المشاهدين وأجدد الترحاب بضيف الكريم الزميل تحسين الياسري أخي العزيز ياريت تطلعنا وأستاذ المشاهدين على آخر التطورات الكل يعرف شنو نتائج التحقيق شنو مصير الإدارة السابقة شنو مصير رياض عبد العباس أين وصل التحقيق في هذه القضية تفضل أخي العزيز بسم الله الرحمن الرحيم طبعا بالبداية أحب أمس عليك في الحقيقة أنت تعرف أن نادي الشرطة هو نادي عائد إلى مؤسسة عسكرية إلى وزارة الداخلية جميع الأموال التي تصل إلى هذا النادي تصل عن طريق تبرعات من منتسبي وزارة الداخلية في نهاية المطاف يعتبر هذا النادي هو جزء تابع للمؤسسة وزارة الداخلية اليوم إذا تكلمنا عن قضية الدكتور رياض عبد العباس رياض عبد العباس حاليا مجرد الصلاحيات وتم تشكيل لجنة مكلفة من اللواء آياد عبد الرحمن الذي يدور حاليا هو مهام النادي وكذلك اللجنة مكلفة من أعضاء الهيئة الإدارية السابقة لتسيير أمور النادي وطبعا تم تخويل اللواء آياد عبد الرحمن للتوقيع على المراسلات الداخلية والخارجية لاستحقاقات الأندية الموجودة لاستحقاقات الألعاب الموجودة في النادي بما فيها الداخلية والخارجية إلى حين انتهى اللجنة التحقيقية أيضا تم تشكيل لجنة صرف مالي وهي حاليا أشرعت بصرف المالي ولا توجد حاليا أي معنقلات فيما يخص الصرف المالي فيما يخص قضية الدكتور رياض عبد العباس نعم نعم أكمل أولا أريد أعرف مصير رياض عبد العباس شونا حاليا الدكتور رياض عبد العباس بسحب الصلاحيات لا تجد هذه الصلاحيات في نادي الشرطة لحين انتهى اللجنة التحقيقية طبعا هناك لجنة شكلت أحدهما من مكتب المفتش العام في وزارة الآخلية والأخرى شكلت من هيئة النزاه الوطنية طبعا الملفات التي أرسلتها دارة المفتش العام إلى هيئة النزاه الوطنية لم تنتهي اللجنة إلى الآن من العمل في هذه القضية طيب أخي العزيز أستاذ تحسين ليش التأخير بنتائج التحقيق يعني يعتقد دخلنا شهر وأكثر بينما قرار التجميد أجب أقل من عشر ثواني زين ليش بصراحة قرار التجميد لم يأتي من الوزارة اعتباطا أعضاء الهيئة الإداري هم من طالبوا بهذا القرار حملوا معهم الملفات وأتوبها إلى وزارة الداخلية وبناء على طلب الأعضاء تم السحب الصلاحيات فهذا فيما يخص قرار التجميد الذي ظهر بعشر ثواني كما قلت أما فيما يخص موضوع الملفات فالملفات هي ملفات كثيرة وشائكة ويعني الوزارة الداخلية تحرص على أن لا تظنوا لا يكون بها ظلم فلذلك أخذت على محمل جد ويعني حتى لا نكون مخفقين في شيء ما يعني اللجان هي حاليا تعمل لكن تعمل مثل ما تفضلت لربما أن يكون العمل بصورة بطيئة لكن في نهاية المطاف سوف تظهر هذه النتاج في الأيام القليلة القادمة إن شاء الله طيب أستاذ تحسين باختصار أنتم اتخذتم قرارا من قبل الداخلية بتجميد عمل الإدارة وهذا حق مشروع طالما مثل ما تفضلت حضرتك أنه الممول الرئيسي هو وزارة الداخلية وبالتالي وزارة الداخلية هي المشرف العام على عمل الإدارة لكن ما علاقة المكتب الإعلامي رجل مدني يمثل مدير المكتب الإعلامي اللي هو زميل عبد الكريم ياسر أعتقد هو التجأ إلى الشوط الثالث والتجأ إلى الكثير من وسائل الإعلامي يقول أنا ما ذنبي يعني أنتم تخذتم قرار بتجميد العمل طيب ليش تقيلون المكتب الإعلامي هل هناك شائبة على المكتب الإعلامي السابق زميلي العزيز أم القرار جاء بتغيير الكل لا بالصراحة لم تكن هناك شابة على الأخ العبد الكريمي الإعلامي عبد الكريم ياسر والموضوع ليس موضوع شخصي بين أعضاء الهيئة الإدارية لكن هي رؤية أعضاء الهيئة الإدارية أن طلبوا الاستعانة بمكتب إعلامي جديد وهذا أعتقد هذا الشيء عائد لهم اثنين المكتب الإعلامي الجديد يعني أغلبهم المنتسبية وزارة الداخلية والعمل به تطوعي لا يكلف شيء تعرف النادي الآن يمر بظروف مالية حرجة فلذلك العمل الآن في المكتب الإعلامي هو عمل تطوعي مهني لا أكثر ولا أقل طيب استاذ تحسين إحنا اليوم بلقاءنا وياك نريد نطلع في الشيء سبق للشوط الثالث وحضرتك أكيد عندك كم من المعلومات انطينا الآن يعني شنو اللي وصل التحقيق إليه هل هو بالإيجاب بالسلب الأمور لصالح الإدارة السابقة التحقيق يدين الإدارة السابقة لأنه من حق الجمهور أن يعرف على الأقل بعض الأمور العامة لا نريد أن ندخل بالتفاصيل أخي العزيز لا توجد لدي تفاصيل مضبوطة بشكل محدد لكن هناك عدة أمور من ضمنها قضية اللاعب مثنى خالد الذي حصل على 190 مليون من الإدارة يعني من الإدارة وأعضالها الإدارية يعني أبلغوا بصورة عامة أنهم لم يوقعوا على هذا الكتاب كتاب صرف المبلغ 190 مليون أنت أستاذي أمعرف إذا كنت تعلم أنه عقد اللاعب مثنى خالد يعني هو التعاقد مع إدارة الحاجة يا دبنيان وكانت هناك فقرتين في العقدة هي الفقرة العاشرة والحادي عشر الفقرة العاشرة تؤكد إذا كان اللاعب مصاب فيكون العقد ملغى بين الطرفين والفقرة الحادي عشر إذا تجددت الأصابة أيضا يكون العقد ملغى اللاعب ذهب حينما أتى من أربيل واتحق بالصفوف القيثار الخضراء في معسكر مصر لعب مباراة واحدة وأنصاب اللاعب ومن ثم غادر إلى قطر للمعالج ولم يلعب أي شيء مع فريق نادي الشرطة المستغرب هنا المستغرب هنا أن اللاعبين الذين أنهوا في الموسم الماضي الذين أنهوا اللعب مع الموسم الماضي لم يستنموا مستحقاتهم المالية فكيف لاعب لم يستنموا مستحقاتهم المالية وهو لعب طوال الموسم ولاعب لم يلعب ولا مباراة في الموسم ولا في البطولة الأسيوية وبعد ذلك يستنموا مستحقاتهم المالية أكيد هذا يعني أنا أعتقد أنه هذا خرق إداري طيب أرجو زميلي العزيز أن تبقى معنا لنتابع هذا التقرير الذي يعد زميل زيد السراج الذي يتحدث عن واقع حال إدارة نادي الشرطة وواقع فريق الشرطة والفرق الأخرى ونعود لمواصلة الحديث مع حضرتك لأن عندي كم من الأسئلة فياريت تبقى معي وأيضا أنتم سادتي المشاهدين نتابع هذا التقرير حال القثارة الخضراء لا يسر عدو ولا صديقا وهي تسير في طريق مجهول لا يعلم أحد أين ومتى ستكون نهايته إداريا حديث دائر عن رئيس مجمد واستقالة لعضو الهيئة الإدارية الدكتورة عذراء عبد الأمير مع شطب راتب الرئيس رياض عبد العباس وإقصاء مدير المكتب الإعلامي عبد الكريم ياسر مع تعيين وزارة الداخلية للسيد تحسين الياسري كناطق إعلامي تغييرات عديدة طرأت على البيت الشرطوي لكن نتائج التحقيق في وجود شبهات فساد من عدمها لم تظهر حتى الآن والجميع يتساءل من هو المتسبب في كل ذلك ومتلهف في ذات الوقت لمعرفة الحقيقة والتي نتمنى أن تنكشف سريعا حتى يشهد بعدها البيت الأخضر عودة الهدوء إليه مع التفكير الجدي بمستقبل الألعاب والتي تتقدمها اللعبة الشعبية الأولى وهي كرة القدم نتائج سلبية ظلت مرافقة لها وهي الباحثة مع مدربها الجديد عن انتفاضة حقيقية يعود بها الفريق الأخضر إلى صورة البطل والتي كانت هويته خلال المواسم الأخيرة من بغداد للشوط الثالث زيد السراج شكرا زيد على هذا التقرير وأعود إلى ضيفي الكريم الزميل العزيز تحسين الياسري الناطق الرسمي باسم نادي الشرطة أستاذ تحسين محكمة كأس الدولية حكمت وقضت بأن إدارة الشرطة ملزمة أن تدفع مبلغ 140 ألف دولار وسبق آني وانت تحدثنا في اتصال هاتفي عبر الشوط الثالث عن هذه القضية وأنتم طلبتم من الكابتن محمد أن يمهلكم بعض الوقت وين وصلتوا هل ما زال محمد يوسف مصر على أن يستلم 140 ألف دولار؟ بسم الله الرحمن الرحيم طبعا فيما يخص هذا الموضوع كانت هناك اتصالات حثيثة من أعضاء الهيئة الإدارية مع الكابتن محمد يوسف وطبعا أصبح هناك لغة تفاهم بين الأعضاء الهيئة الإدارية وبين الكابتن محمد يوسف واتفقوا على تأجيل دفع المبلغ إلى فترة يعني معينة لحين انتهى هذه المشاكل التي تعصف بنادي الشرطة الرياضي طيب وين وصل الاتفاقه إياه؟ شنو اللي وصلته إياه؟ بصراحة لا أخفيك كابتن أنا لا أخفيك سر نحن حتى قبل لا نتصل بالكابتن قهطان كثير يعني قبل لا تظهر نتاج محكمة الكاس نحن اتصلنا بالكابتن محمد يوسف وتمدنينا أن يرجع يقود دفة القيثارة الخضراء لكن اللي حدث أنه كابتن محمد يوسف لديه اتزامات مع نادي سموح المصري فتعذر الرجل بعد ذلك يعني هو حمل هذا الموضوع الاتصال والطلب أعضاء الهيئة لداري يحمل على محمد حسن بعد ذلك أتت نتائج محكمة الكاس فرجعنا اتصلنا بالكابتن وطلبنا من يمه بعد ما فاتحنا أيضا محكمة الكاس لأن تعرف أن تخلال أربعة أيام إذا لم تفاتح محكمة الكاس يعتبر الأمر واجب الدفع فإحنا فاتحنا محكمة الكاس ومن ثم عدنا اتصلنا بالكابتن محمد يوسف وطلبنا مهلة وهو الرجل أبلغ المحامي الموجود وبالموافقة على هذه المهلة والآن يعني نحن لدينا مهلة لدينا مهلة للدفع يعني خلاص رح يتدفعون طيب من يتحمل مسؤوليته 140 ألف دولار من جلدنا رح ندفع لمدرب تأخذ قرار بإبعاده ونتيجة خطأ إداري والكل عرف هذا الموضوع من رح يتحمل مسؤوليته أستاذ تحسين والله يا كابتن لاغ فيكسر أنا أغلب أعضاء هذه الإدارية اللي حتشوا ويأكدوا لي أنهم كانوا غير موافقين على هذا الموضوع ومن ضمنهم أخص بالذكر يعني غازي فيصل عدنان أكوار رعاة رمضان والكثيرين هم اتصلوا وأكدوا أنهم كانوا ضد هذا الموضوع لكن هذا الموضوع كما أسلفوا لي بالكلام أخذ بصورة شخصية المهم يعني هو يعني بالعربي بشلون مصطلحنا يقول فاس وقع بالرأس حاليا النادي مطلوب 140 ألف دولار هذا الموضوع كان أصلا حتى يحل بأقل التكاليف حتى وين خرج الكابتن محمد يوسف كان من المفروض أن نتفاوض مع الكابتن محمد يوسف ويعني ننهي هذا الموضوع بشكل ودي وهذه الاحترافية الإدارة الاحترافية الإدارة هي التي كانت تذهب بنا إلى بر الأمان لكن أنا ما أعرف اللي حدث شنو بالأخير إحنا إجا الإشعار مال محمد يوسف طبعا أنا ماغف فيكسر ليس محمد يوسف فقط هناك قضايا سوف تعصف في الأيام القادمة حول من محكمة الكاس حول إدارة نادي الشرطة يعني هناك الكثير من اللاعبين يعني لديهم مستق رافعين دعاوة علينا أكيد أكيد الله يبشرك بالخير أكيد رافعين دعاوة أكيد رافعين دعاوة يعني والله اللي وصل إلى مسامعي أنه الكابتن حمد المصري رافع دعاوة وأيضا المهاجم المحترف البرازيل كايون أيضا رافع دعاوة لم يستنموا مستحقاتهم والماذي لا حول ولا قوة الله بالله للأسف الشديد أستاذ تحسين أنه نصل إلى هذا الحال بجهل التعامل الاحترافي والإداري وبالتالي ندفع مبالغ جنة نقدر نحلها بأبسط الطرق أستاذ تحسين يا ريت تتحدث نعم نعم إذا لديك مداخلة تفضل لأن عندي سؤال تفضل عيني والله قبل السؤال أنت تعرف يا كابتن أنت اليوم من تقف على أبواب نادي الشرطة تقف على لجنة أولمبية مصغرة اليوم نادي الشرطة نادي الشرطة أنا أعتقد عمله أفضل من عمل كان من المفرض أن يكون أفضل من عمل لجنة الأولمبية باعتبار لجنة الأولمبية تأخذ مخصصاتها من رأسة الجمهورية من رأسة الوزراء وهناك بين الحين والآخر هناك يصير مفاوتات تخصيصات مالية وجدت أو لم تجد بينما وزارة الداخلية تدعم نادي الشرطة دعم مباشر وبمبالغ ثابتة ونهاية السنة تأصل مبالغ معينة مبالغ ثابتة وأرقام أرقام هذه الأرقام أرقام يعني يتمنى أنا ما يمكن يمكن أكثر من 300 نادي بالتعديد 300 نادي من هذه الأندية المو نجومية يعني النواد يعني ما ظهر بشكل مباشر ميزانية ميزانية نادي الشرطة تعادل ميزانية 300 نادي أكيد فهذه الميزانية هذه الميزانية لم تستغل بصورة صحيحة لم توفر بصورة صحيحة اليوم تشوف فريق كرة القدم وشوف الجماهير الحزينة بعد انتهى كل مباراة تخرج الجمهور يبكي احنا مفروض يعني هذه الميزانية وهذه الفلوس الموجودة عندنا المفروض يعني نادي الشرطة طيب باختصار يعني يا ريت تطلع السادة المشاهدين هل فعلا انه اغلب اعضاء الهيئة الادارية مع الاخ رياض قدموا استقالاتهم الى وزارة الداخلية يعتذرون عن العمل لهذا الموضوع ما الى صحة ما عدا عذرا عبدالأمير اللي طلعت وقالت هانا استقاليت هل هناك اسمه اخرى لا 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 انا حسمي لك اسمي لك بالاسم باختصار يبدأ من يعني اكبرهم من العضو عضوها الكابتن عدنانا اكبر والكابتن غازي فيصل والكابتن راعد رمضان والكابتن علي عبدالزارة والكابتن خالد عبدالنبي هؤلاء جميعهم قدموا استقالاتهم الى السيد وزير الداخلية المحترم لكن تعرف انت السيد وزير الداخلية يعني يرى ان النادي في بداية المشوار ومقبلين على دوري وحل هذه الامور سوف تعيق بعض الامور لذلك طلب منهم ان يقدموا مقترح ثاني فقدموا المقترح الثاني هو سحب الصلاحيات ووافق على سحب الصلاحيات ويعني اخبرهم بالحرف الواحد ان يشرعوا بالعمل ويستمروا بالمسيرة طيب ايضا باختصار زمين تحسين اذا ما ثبت ادانة رياض عبدالعباس او ما معناها ان القضية كانت ضده نتائج التحقيق ضده ما هي القرارات التي ستتخذ باختصار وبصراحة في حال ثبوت الادانة اكيد هو يعني رح يكون القانون هو سيد الحال يعني لا لا استطيع ان اجزب لك ما سوف يكون لكن انت تعرف موجود قضاء في البلد والقضاء سوف ياخذ مجرى طيب من الناحية القانونية الادارية انا اقصد اكيد هو اكو قانون بس موضوع نعم الصبغة الشرعية يعني هل سيتم طرح الثقة هل ستعادل الانتخابات هل هناك تنسيق مع وزارة الشباب لا هو اكو قانون اكو في قانون اندية المؤسسات في حال ثبوت يعني في حال ثبوت خرق مالي او خرق اداري يعني وجود شبهات مالية او خرق مالي تحلل الهيئة يعني تسحب الصلاحيات من الرئيس الهيئة الادارية ويكلف احد اعضاء الهيئة الادارية بمنصب الرئيس نعم في حال وجود هذا اذا وجده اكيد سوف يكون يكون هذا الحل وان لم يجد سوف يعني ترجع المياه الى مجاريها طيب الان عشاق القيثارة الخضراء في كل الالعاب يعني عدنا دقيقة واحدة واقل من دقيقة وياك يعني ما الذي يتحدث عنه تحسين الياسري عبر الشوط الثالث الى عشاق القيثارة الخضراء بكل فرقها الرياضية ان شاء الله الامور طيبة المستقبل باسم لو اكو قلق قبل لا اتحدث لهم اطلب من يومهم الاعتذار لحال الفريق الان في المركز التاسع من مجموعة من عشرة اطلب الاعتذار من مشجعي القيثارة الخضراء واعدهم ان شاء الله من خلال برنامجك ان الايام القادمة سوف تفرج عن القيثارة الخضراء وسوف نتجه الى المنصات التتوج ان شاء الله استاذ احسين شكرا لحضرتك لتواجدك معنا في برنامج الشوط الثالث ان شاء الله لقاءتنا مستمر ويا رب ان شاء الله توصلون الى بر الامان شكرا استاذ تحسين ان شاء الله شكرا لك وجميع مستمعي البرنامج الشوط الثالث الله يحفظك اذا سادتي المشاهدين وصلنا الى نهاية هذه الحلقة كنا نتمنى انه اخوتنا رؤساء الهيئات الادارية مو بس الاخرياض كل رؤساء علي الادارية اتصر عندهم خلفية في الامور الادارية مو كل من لعب لتشم لعبة يقول انا رئيس نادي ما اعتزازنا بتاريخكم الادارة فنون ارجعوا اقول فنون وعلم علم يدرس بالجامعات يعني هاي الفلوس هس اللي دي ندفعها كلها ترى نتيجة اخطاء وجهل في فنون الادارة والخاسر الوحيد هو العراق مشاهدين الحبة اتمنى الموفقية لنادي الشرطة اتمنى الموفقية لكل انديتنا العزيزة لرياضتنا الغالية لجمهورنا الكريم وخصوصا فريق نادي الشرطة الجريح الذي يعاني ما يعاني ولكن قدر الله ما شاء فعل يولبث في الكنترول ومن زميلي المخرج ومني أنا محدثكم ومحمد إبراهيم الناصر الى يوم غد انتظروني باذن الله واغل للكم في موالله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة